بالحديد والنار واجه الحرس الثوري وقوات الباسيج المتظاهرين الرافضين لسياسات نظام الحكم في إيران فقتل خمسة واعتقل الآلاف منهم موقع سحام نيوز المقرب من مهدي كاروبي أحد المعارضين الخاضعين للإقامة الجبرية أكد أن كل من سينا قنبري في سجن إيفين مطهران ووحيد حيدري في سجن آراك المركزي ومحسن عادلي في سجن دازفول ماتوا خلال فترة اعتقالهم في المعتقلات السرية بينما تدعي السلطات أنهم انتحروا بدورها أكدت المحامية نسرين ستودا من مركز المدافعين عن حقوق الإنسان المحظور في طهران أن القتل الشبان تم قتلهم ولم ينتحروا لتكشف لاحقا عن وفاة معتقلين آخرين ما يرفع العدد لخمسة يأتي هذا بينما قال محمود صادقي النائب في البرلمان عن التيار الإصلاحي أن أحصائيات المعتقلين تشير إلى وجود نحو 3700 معتقل في جميع أنحاء البلاد لدى مختلف الأجهزة الأمنية منظمة حقوق الإنسان الإيرانية بدورها أطلقت تحذيرا من حدوث مجزرة جديدة في السجون كما حدثت عقب أحداث عام 2009 في سجن كهريزك والتي قتل خلالها متظاهرون تحت التعذيب وبينما استمرت الإضرابات في عدد من الأسواق في بعض المدن خلال اليومين الماضيين فقد أطلقت دعوات للاحتجاجات في أكثر من أربعين مدينة أخرى ومع تصاعد حدة الاحتجاجات حمل الرئيس الإيراني حسن روحاني من وصفهم بأصحاب التيارات المتشددة مسؤولية اندلاع التظاهرات في محاولة لركوب موجة الاحتجاجات بهدف تعزيز مكانته لدى خامنأي واحتواء غضب الشارع فيما يستمر مسؤول النظام بتوزيع الاتهامات ضد أمريكا ودول أخرى بالوقوف وراء الاحتجاجات في محاولة للتهرب من مسؤولية انهيار الأوضاع